اهلا بكم من جديد في برنامج وراء الحدث تتصارع وطيرة المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في انحاء العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث لكن اشد تلك المواجهات ما يدور في محيط القيادة العامة للجيش ما تسبب في انتشار صحب من الدخان غطت اجزاء واسعة من العاصمة معارك انتقلت الى جبهات عدة واخرها مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي شهدت تجدد الاشتباكات بين الطرفين ما يثير المخاوف من تداعيات ذلك الصراع المستعر ويطرح التساؤل متى واين يتوقف هذا القتال في السودان معارك طاحنة واشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع تشهدها مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان شهود عيان افادوا بمهاجمة الفرقة الخامسة مشى لمجموعات من قوات الدعم السريع التي كانت تتمركز في الاتجاه الجنوبي الشرقي لمدينة الابيض بولاية شمال كردفان واستخدم الطرفان الاسلحة الثقيلة في المعارك التي تجددت صباح الأحد وانتشرت قوات الدعم السريع بشكل كبير في مدينة بارا ثاني اكبر المدن بولاية شمال كردفان والتي تبعد نحو 40 كم عن عاصمة الولاية الابيض في الاثناء تجددت الاشتباكات المسلحة العنيفة في محيط القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم واستستمرار التحذيرات الاممية من انعدام الامن الغذائي لملايين المواطنين وقصف الجيش مركزا للدعم السريع بالعاصمة الخرطوم فيما تواصلت اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش وقوات الدعم حول الاحياء بمحيط سلاح المهندسين جنوبي ام درمان كما سمعت اصوات قصف مدفعية في منطقة الحزام جنوبي الخرطوم انسانيا تتفقم الاوضاع في السودان واعلن مسؤول ببرنامج الاغذية العالمي بالسودان ان ما يزيد على عشرين مليون شخص يعانون من انعدام الامن الغذائي وان اكثر من ستة ملايين مواطن على بعد خطوة واحدة من المجاعة وطلبوا بتوفير مسارات امنة لاصال المساعدات الانسانية لملايين المتضررين الذين يستحيل الوصول اليهم بسبب صعوبات امنية ينضم الينا من القاهرة عمار عوض الكاتب والبحث السياسي السوداني ومن باريس محمد الاصباط الكاتب والبحث السياسي السوداني اهلا بكم ابدأ معك سيد عمار من القاهرة البداية سيد عمار لماذا حتى اللحظة يتمسك الطرفان بان يسيطراني على هذه المقارات يعني فكرة مقر القادة العامة معلوم اهمية هذا المقر قبل هذه الاحداث قبل هذه المواجهات العسكرية انما هل ما زالت الامور العسكرية للجيش السوداني تدار حتى اللحظة من داخل هذه المقارات التي تتعرض يوميا لقصف مثلا نعم لا اعتقد ان الغضية تتعلق بالمقارات باعتبار انها تدار فيها المعارك او ان القيادة التي تدير هذه المعارك موجودة داخلها هي في قيمة في قيمة في اطار المعركة الكلية وفي قيمة في اطار الوصول للمحادسات من الواضح ان كل الطرفين في الايام الماضية او في الشهر الماضي تحديدا دعنا نتحدث من اخر زيارة للمسؤولين الامريكان عندما ظهروا في الرياض وفي اديسة بابا موليفي وقيروا من السفراء والتجمعات التي حدثت واضح انه كان كل طرف يحاول انه يحقق نصر عسكري قبل ان يقوده الى ليسهل مكاسبه في طاولة التفاوض الجيش السوداني يحتاج لان يدخل قاعات التفاوض وهو لديه وجود وانتشار في العاصمة الخرطوم وان يكون جنود الدعم السريع في شريط ضيق او ان يحد من قدرتهم تماما في التحرك في الجسور الموجودة في الخرطوم بل مقابل قوات الدعم السريع تضغط بكل جهدها للوصول لواحدة من المغرات العسكرية لان سجلها خالي من هذه المغرات اذا كانت المدرعات اذا كان سلاح المهندسين غاعدة وادي سيدنا اذا كانت سلاح اللشارة في بحري هذه هي المناطق التي تتركز فيها الهجمات هذا هو الذي يفسر لماذا اشتد اوارى المعارك ايضا في الايام الماضية خاصة بعد الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة في اعلان عبد الرحيم حمدان بانه هو الذي يقوم بتأجيج الحرب او انه هو المسؤول الرابطين ذلك بخروجه من السودان قبل شهر ونصف والذي من بعده ارتفعت ايضا وتيرة المعارك العسكرية ايضا الدعم السريع يحاول ان يستفيد من وجوده في الخرطوم وخروج البرهان الى شرق السودان في اطار السعي لتحقيق ايضا انتصارات سياسية طيب سيد محمد الاصباط من باريس حتى بعدما يعني اختار السيد برهان ربما ان يغادر الخرطوم حتى وان كان هو موجود الان في بورت سودان او في مكان اخر لماذا لم تهدأ العاصمة لماذا لدى الطرفين فكرة ان من يسيطر على العاصمة هو المنتصر مساء الخير اتحية لك اهلا بك واضح من تجدد المعارك بعنف خلال اليومين الماضيين واتساع رقعة المعارك سواء كان في شمال كردفان او في الخرطوم اه مع هدوء نسبي في دارفور هذا يؤشر الى ان الدعم السريع يريد ان يقصب اراضي جديدة اه هو يستهدف رمزية الغيادة العامة للجيش ويستهدف رمزية المدرعات اه وبالتالي اه يعني كانت العملية التي تمت امس على الغيادة العامة ما اشبه بالعملية الانتحارية لانه كان هما الدعم السريع هو الذي يهاجم قوات متحصنة ومتحصنة تحصين جيد في مكان تعرفه هذه الغوات جيدا وموجودة فيه منذ اكثر من خمسة اشهر اه بالاضافة الى الهجوم الذي تم على سلاح المهندسين واضح ان الدعم السريع يريد ان يحقق اختراق ما اتفق تماما مع ما ذكره الزميل عمان ربما ان المفاوضات اقتربت وكل طرف يريد ان يحسن وضعه على الميدان حتى يكون ورقة من الوراق التي تفيده على طاولة التفاوض ولكن مع كل اسف هذه النيرانة ادت امس الى احتراق الخرطوم يعني امس تم احراق اكثر من 30 مبنى من المباني الحضرية التي تميز مدينة الخرطوم اه بالطبع عوضا عن القتلى والمصابين والجرحة والهاربين يعني امس هاربت اعداد كبيرة من الناس من الخرطوم من الابيض ايضا الناس بدأت تنزح الى المناطق الاكثر امنا من شمال جنوب شرق المدينة الى شمال غرب المدينة لماذا هنا سيد محمد امدد القتال الى كردفان الى الابيض لماذا من يحارب من هناك من يساند من هناك هو اصلا في كردفان لم تتوقف المعارك اصلا ولكن لانها منطقة بعيدة ومنطقة في الظل لم يصلد عليها الاعلام على سبيل المثال الدعم السريع هاجم منطقة الفولة التي تبعد على بعد ما لا يقل عن 20 كم عن مناطق البترول في غرب كردفان يحتل مدينة الدبيبات وهي مدينة استراتيجية تبعد عن ثاني اكبر مدن ولاية جنوب كردفان وهي مدينة الدلج اقل من 50 كم وتبعد عن الابيض اقل من 80 كم وبالتالي هذه المعارك لم تتوقف اصلا ولكن يبدو ان الدعم السريع يريد ان يوسع مناطق سيطرته يعني يستفيد منها كورجة ضغط في المفاوضات التي يبدو انها اقتربت طيب سيد عمار من القاهرة الان تحاول قوات الدعم السريع ان تحقق نصرا ما في مقار القيادة العامة بوسط العاصمة الخرطوم منذ اكثر من 150 يوما بشكل شبه يومي ولم تستطع ذلك وكذلك تدافع القوات في الجيش السوداني عن هذه المقارات وتحاول ان تبعد الدعم السريع منذ اكثر من 150 يوما ولكن السؤال يعني متى ستنتهي هذه المحاولات اين ومتى سيتم ايقاف القتال ايقاف القتال لديه عامل اساسي الذي هو عامل ذاتي يتعلق به اذا كان الدعم السريع او اذا كان الجيش السوداني العامل الذاتي نقصد به وضع العمليات التجهيزات العسكرية استمرار خطوط الامداد وجود الدعم الخارجي ده هو المؤشرات اللي بتغوض لأي درجة ستستمر المعارك ليك فترات طويلة واضح بالنسبة للجيش السوداني انه بيغاتل في مغراته كما تفضل الزميل الاصباط ايضا واضح انه الاهداف الاساسية بالنسبة له هي المحافظة على المغرات الرئيسة اذا كان فيها الفاشر اذا كان فيها الجنينة اذا كان في زالينجي وغيره او المغرات الرئيسة للوحدات العسكرية اذا كانت في الخرطوم مدرعات مهندسين وغيره هي ده استراتيجيته واضح انه يحافظ على هذه المناطق ايضا واضح انه عملياته العسكرية بتجنح لاستنزاف اكثر ما بيجنح الغوات المسلحة لانه يكون عندها انتشار كسيف من المعارك البرية او الجنود واضح انه الكفة غير متوازنة ما بين الطرفين في اطار الناس البيضين يتحركون على الارض هذا هو العامل الذاتي لكن هذه العوامل ايضا مرتبطة بالعامل الخارجي اذا كان المجتمع الاغليمي والمجتمع الدولي فرض اذا كان عقوبات واضح انه سيضغط بشكل كبير بعد خروج البرهال لعودة الاطراف تحذيرات ماسيو ميلر المتحدث باسم الولايات المتحدة اول امس كانت تحذيرات واضحة بانه لن نسمح بيقو وانتصار عسكري لن نسمح بانه ان يتم الانتهاكات تحذيرات للجيش السوداني من العملية التي وقعت في نيالا واضح انه الاجتماعات اللي حتعقت هذا الشهر في نيويورك لأول مرة حيشارك فيها كل زعماء دول جوار السودان ووزراء خارجية دول جوار السودان واضح انه دي هتأدي للتأثير على سير المعارك كل طرف من الاطراف بيحاول في الايام دي يرفع من وطيرة عملياته العسكرية لخدمة الاهداف اذا كان داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يختص بالسودان او اذا كان في اسناء العملية التفاوضية المتوقع انها تنطلق غالبا في شهر اكتوبر من الواضح انها بعد الاعمال بتاعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفق تماما مع زميلي وصديقنا اصباط انه الازمة الان ليست في ان يعود الطرفين للمحادسات او لا يعودوا للمحادسات الازمة الان ان الخرطوم الحضرية وانا يعني معجب بهذا التعبير الخرطوم الحضرية فعلا احترغت تماما اذا كان وسط الخرطوم الشركات الكبرى للبترول تدمير كامل للبنية التحتية نهبي للمصانع تدمير كامل شامل حتى ان اي سلطة اذا قدر لها ان تأتي اذا كان المنتصر الجيش او اذا كان الدعم السريع سيبدأ من سالب مية لانه ستكون كل البنية التحتية مهدمة اي ان الذي سينتصر سينتصر على تلال من الخراب وخراب في النفوس وتصدع في المجتمع هذه مشاكل كبيرة كلها يمكن الاخرى يمكن ان تحل لكن هذه الازمات تأخذ وقتا طويلا من السودانين ليتخلصوا منها طيب الان يا سيد محمد الاصباط الان ثمت مشكلة اخرى هنا فكرة ان ليبيا ليبيا للمؤسسات يعني تطالب بان لا يتم المساواة لا يتم المساواة بين الطرفين تتحدث عن شرعية لمؤسسات رسمية مثل الجيش تتحدث ربما عن محاولة هي تسميها ربما انقلابا تمردا استلاءا على السلطة وهكذا والدعم السريع يسمي كذلك القيادات ربما في جيش السوداني بالانحراف عن المصاري الديمقراطية هكذا هي الازمة إنما بشكل أو بآخر بشكل أو بآخر طول مدة المواجه بشكل أو بآخر ألا تعتقد أن ذلك يعقد المعادلة هي المعادلة معقدة من زيومها الأول لأنه كلا الطرفين يعني لم يحسب يعني حساب دقيق لمعالات مثل هذه الحروب أولا حرب مشاه ضد ضد طيران ودبابات في المدن هذه الحرب لا يمكن حسمها بأي حال من الأحوال لا للمشاه ولا للغوات التي تمتلك الطيران والآليات والمدرعات وبالتالي التعقيد يأتي من اليوم الأول للحرب وهذا هو السبب الذي جعل كثيرين وأنا واحد منهم نقول أنها حرب مجنونة وحرب مجانية وحرب سيدفع تمنها المواطن السوداني غاليا جدا الآن ونحن في شهرنا السادس كل المؤشرات تشير إلى أن السودان يتجه نحو حرب أهلية إذا لم تحسم هذه الحرب خلال هذا الشهر السادس بكل تأكيد أن هذه الحرب ماضية إلى حرب أهلية أرجو أن توضح لنا هذه النقطة سيد محمد إن لم يكن ما يدور في السودان منذ خمسة شهور ويزيد هي حرب أهلية بماذا تسميها إذن أرجو أن توضح لنا الفرق بين ما يدور في السودان من خمسة شهور وبين ما تتخوف أنت منه الحرب الحرب الأهلية التي أدخوف منها والتي يعني نبحت إليها كثيرا السودان يرتبط بجوار سبع دول كل هذه الدول لديها مواطنين مشتركين مع السودان هناك غبائل مشتركة في هذه الدول السبع وأغلب هذه الدول العامل الغبلي حاسم فيها إذا سنين مصر لأسباب تاريخية وحضارية وبالتالي إذا نشبت حرب أهلية فإن الفزع سوف يأتي إلى هذه القبائل من كل دول الجوار وستمتد الحريق ليس في السودان فقط ولازم ستحترق كل المنطقة لأنه عندما يتم ضرب أبناء عمومة القبائل التي يوجد جزء منها في شرق السودان على سبيل المثال وجزء في أريثريا وجزء في أسيوبيا لن تصمت عندما يضرب قبائل جزء منها في ليبيا ألا تشارك هذه القبائل الآن يا سيد محمد ولو بموقف سياسي سمعنا أن هناك قبائل ما وفصائل ما ربما يعني في ضرفور أعلنت ولاء لجهة ما يعني وكذلك في الجنوب ويمكن حدث في كردفان كان أيضا الآن أصبحت هي في الخط يعني أصبحت هذه المكونات القابلية في السودان أصبحت جزءا من المعادلة صحيح ولكنها لم تدخل بكل سغلها في الميدان عندما تدخل بكل سغلها في الميدان لن تكون الحرب في السودان فقط ستكون الحرب حتى في تلك الدول المسألة خطورة يعني من يعتبر بالتاريخ أن مثل هذه الحروب حروب لا نهائية حروب لا تنتهي وأيضا تعجيد التركيب السودانية يعني هناك أيضا لهذه الغبائل الأبناء في العاصمة الخرطوم وفي ولاية الجزيرة وفي ولاية الشرقية وفي ولاية الوسط وبالتالي ستكون حرب الكل ضد الكل سؤال الأخير هنا سيد محمد وستحرق السودان كله وستحرق دول الجوار سؤال الأخير حين نقول كيف ستنتهي هذه الحرب أو هذا القتال في السودان نحن أمام مسارين نحن أمام مسار قبول كل طرف بالطرف الآخر مع وضع اتفاقات وضمانات ومسار آخر نقول ببقاء طرف واحد في هذه المواجهة أي المسارين تختار يعني معنا دقيقة تقريبا ليس هناك أي خيار للحل العسكري أثبتت خمسة أشهر أن هذا الخيار خيار مستحيل الخيار الوحيد هو جلوس الفرغاء للتفاوض ونقول هناك ضغط إغليمي ودولي وضغط شعبي سوداني لخروج الجيش من العملية السياسية نهائيا واستبدال قيادة الجيش وخروج البرهان وحمدتي من المشهد السياسي تماما ويعادة بناء السودان بممارسة ضغوط من هناك دول نحن نعلم جيدا أن هناك دول يعني لديها تأثير مباشر على البرهان وعلى حمدتي إذا امتلكت هذه الدول إرادة حقيقية يمكن أن تضع هذه الحرب أوزارها اليوم قبض القدل طيب سيد عمار في ثلاثين ثانية أي المسارين تعتقد أننا أقرب عليه بالسودان أتفق تماما المسار التفاوضي الانتصارات العسكرية واضح جدا إن لم تكن باهزة التكلفة فهي مستحيلة الخيار السياسي يحتاج لضغط دولي وضغطي كإغليمي على جميع الأطراف بمقاربة لا تسمح بتجدد الحرب مرة أخرى مغاربة تشفي الجراح إذا كان سياسيا بخروج العسكريين من المشهد إذا كان برهان إذا كان حمدتي إذا كان غيرهم أن يكون المشاركة السياسية لتأسيس الدولة السودانية أيضا أن لا تكون فيها إخصاء لأي طرف من الأطراف إذا كانت الحرية والتغيير أو إذا كان أي طرف فاعل سياسيا وموجود في الخرطوم يشترك فيه عملية التأسيس الأمر الآخر والثالث هو الإسراع بإيصال المشاعدات الإنسانية وتقديم التعويضات للمواطنين لأنهم هم الطرف الخاسر الأكبر الدعم السريع إذا انتصر يحكم الجيش إذا انتصر يحكم المواطنين إذا انتصر أي طرف من الأطراف لا بواكية لهم السيدة عمار عوض الكاتب والبحث السياسي السوداني من القاهرة وسيد محمد الأصباط الكاتب والباحث السياسي السوداني من فاريس شكرا جزيلا لكما على رأس الساعة وقفة إخبارية جديدة على شاشة الغد فابقوا مع الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة